بسم الله الرحيم والصلاة والصلاة والرحمة الرحمن الرحيم كنا فصلنا قول الله سبحانه وتعالى فلما فصل طلوط بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعم فإنه مني إلا من اخترف غرفة بياده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو الذين أمانوا معه قالوا لا تقتل اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غالبت فئة كثيرة بإذن الله واللهم الصبرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقاتل داود وجالوتا وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفوا الله الناس بعضهم ببعض إلا فسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نطلوها عليك بالحق وإنك لما مرسلين يعني هنتكلمنا في الآية دي وهذه الآية مرتبطة ارتباط موثيقا بكل الآيات السابقة التي قبلها بداية من قول الله سبحانه وتعالى ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حضران موت فقال الله والله موت ثم أحياهم إن الله لده فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وعد أكثر من حوالي ساعة نتكلم في هذه الآيات وقلنا عشان كده ربنا ختم في الآخر وقال تلك آيات الله نطلوها عليك بالحق بيكلم رسوله على السلام وقال تلك آيات الله نطلوها عليك بالحق وإنك لا من مرسلين فنتلوها عليك بالحق أي بالدليل الدامغ يعني أهل الباطل وأهل الزيغ وأهل الكفر اللي بعبودوا الأصنام أو أهل الكتاب الذين يشيكون مع الله سبحانه وتعالى عزيرا وعيسى عليه السلام يدافعون عن باطلهم بدون دليل لكن أنت يا محمد تتكلم ببينا وبحق لذلك ربنا تلك آيات الله نطلوها عليك بالحق أي بالدليل ولما أهل الكتاب يرجعوا يرجعوا لكتبهم حيلاق كل الحاجات دي مكتوبة يعني اللي آيات دي كلها فيها قصة سيدنا داود مع جالوت وطالوت والنبي شمويل وفيها تفاصيل كثيرة لا علامها إلا نبي لأنها موجودة في كتب أهل الكتاب وبالتفصيل والرسول عليه السلام رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب فهي أدل يا دامغة على نبواتك يا محمد لذلك قالوا تلك آيات الله نطلوها عليك بالحق وإنك اللي من المرسلين وده دليل على أن أنت من المرسلين زي موسى وعيسى بل أنت أفضل منهم فإذا كانوا هم يؤمنوا بموسى وعيسى ويكحدوا نبوتك فده ضليل الكفر بالدليل هذه الآيات دي كلها لأنها موجودة في كتبهم بالتفصيل ولا أعلموا إلا النبي فتفاصيل كتير جدا عاد تتكلم حوالي ساعة عن تفاصيل مش موجودة لا في كتب أهل الكتاب بلنصها راجل أمي ما يعرفش بعد في كلام ده كلهم منه عجل كده قالوا وإنك اللي من المرسلين زيك زي موسى وعيسى ليه بيؤمنوا موسى وعيسى ما يبينوش بيك فعجالك تلك آيات الله ينطلوها عليك بالحق بالدليل دامغ وهم ما عندهم شي وهم يدفعون عن آآ 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 um آآ 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 Video كلمة يظنون الكلمة دي مهمة جدا الكلمة يظنون ربنا سبحانه تعالى في القرآن كتير جدا لكن لها معاني مختلفة اللغة العربية بصفة عامة معاناها الشك مع الترجيح يعني معاناها ايه لما اقول انا اظن ان انا شفت ان شفت فلان امبارح او اظن ان فلان راجع من السفر امبارح انا مش متأكد لكن انا برجح لكن انا اظن انه مراجعش يبقى انا برجح انه مراجعش لكن انا مش متأكد مئة في المئة دي معنى كلمة اظن الترجيح مع الشك لكن في اللغة لكن في القرآن لها معنى تاني لما تذكر مع اهل الامان معنى اليقين ولما تذكر مع اهل الشك وقال الزيغ معنىها التكذيب ربنا بيكذبهم مش معنىها الشك مع الترجيح لماذا؟ لما ربنا سبحانه تعالى بيقول مثلا في سورة الزخرف والقرآن يفصل بعضه بعضه ولو شاء الله ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون ما شاء الله معنا اللي هم بيعبدهم ملائكة ويسموها بلات الله ويقولوا ربنا هو اللي هدنا ان احنا نعبدهم ولو ربنا مكنش عايز ان نعبدهم مكنش عبدناهم وربنا بقولهم كنتوا كذبين وبتقولوا الكلام ده بالظن يعني بالظن يعني بهواكم بدون دليل لما ربنا يكتب كل كلمة الظن مع أهل الزغ والكفر يعني معناها التجذيب ليس معناها الترجيح مع الشك لكن لما يقولها مع أهل الإيمان يعني معناها اليقين لذلك لما ذكر في السورة بقرة وقال قال لدينا يا ظنون لأنها ملاقو الله اللي هم الناس اللي كانوا مع طالوت وقالوا لحنا عاد شانين فعايزين نهر عشان نشرب فطالوت رحل لسيدنا شامويل فدع زي ما بينت بالتفصيل طبعا بش عدر الكلمة تاني فسيدنا شامويل دع الله سبحانه وتعالى فربنا بعط لهم نهر فعشان يختبرهم قال لهم اللي هيشرب شربة هيبقى معاي هيكمل معاي واللي هيغرف واللي هيعجب منه عب ويشرب كتير ليش هيكون معاي ليه؟ لأن بني إسرائيل فيهم من نفقين وفيهم الكفار وفيهم وفيهم فربنا سبحانه لازم يصفيهم وكانوا تمانين ألف واحد ربنا صفهم خلاهم أربع طلاف واحد بس مع ذلك الربع طلاف واحد هزموا جالوت وجنوده ومعينهم كانوا كسرة وكانوا قوة وكانوا معروف عند أهل عند أهل هذا الزمان أن جالوت ده كان قوي جدا لأن جالوت ده من العمليق اللي هم من الناس العاد اللي هم عادين في بيت المقدس والسيدنا يوشع بن نون هزمهم هزمهم لما طلعوا من التيه لما كانوا لما عصوا ربنا سيدنا موسى مردوش حربوا معا ولبنا حباسهم في التيه أربعين سنة وماتوا ومنطلع الجيل الجديد اللي هو أصلح من الجيل القديم وحربوا مع سيدنا يوشع بن نون وهزموهم ودخلوا بيت المقدس لكن فضل منهم بواقي فهما كانوا هم بيتمعزوا بقوة الجسم يعني يكسب أقسام القوية جدا جدا في بأهل فآهل الإيمان هلهم مردوش يشربوا إلا غرفة لأنه ربنا بيقول ف أهلهم إن الله بط ليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني وما لما يشربه فـ فمن شرب منه فليس مني وما لما يشربه فهو مني إلا ما نقترف غرفة من بيدي وما لما يطعامه فإنه مني يعني ما يدُقهوش إلا ما نقترف غرفة من بيدي يعني يخلف منه غرفة واحدة نقول الغرفة كلمة غرفة معناها كفين يغربوا كفين مع بعض فشاربوا منهم إلا قليلا منهم ف76 ألف واحد شربوا و4 ألف واحد ما شربوش الناس اللي شربت وعبت فقدرت عطشانة وعطشت أكتر والناس اللي قادت شربها واحدة بس لأنها عندها يقين مرتوت هم دول بقى اللي ربنا سمعهم فلما جاوزه هو الذين أمانوا معه عشان كده ما قالش أمانوا معه يعني عندهم يقين لما شافوا جالوت والناس اللي معاه فقالوا لا تقتل اليوم بجلوت وجود دمين ده الناس اللي عندهم إنان فالناس اللي معقول العزم والعلماء قالوا لهم إيه قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غالبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصبرين قال لهم قال لهم يعني هنا بقى يظنوا معناه إيه يظنون معناها متأكدين إن في أخرك في حساب وفي جنة وفي نار قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله لو شوف هنا يظنون إذن يظنون هنا لن يعني الترجيح مع الشك لا هذا معناها اليقين معناها اليقين طب لماذا ربنا يستعمل يظنون لماذا ربنا قال الذين يقينون مثلا لماذا ربنا قال يظنون لماذا لأننا لم نرى هذا الكلام معناه نحن متأكدين من الأخرة متأكدين من وجود الله سبحانه وتعالى أنك نشوفنا بإعننا زي ما نقول في اللغة العامية نحن عرفنا ربنا بالعقل نحن عرفنا بالأدلد للدامغة بالقرآن وبالسنة وبالرسول صلى الله عليه وسلم والأحديث المتوترة لكن هل رأينا ملك الموت هل رأينا الجنة بعيونين هل رأينا النار بعيونين لم نرى شيئا لكن هو ده بقى ثرق بين لقين وعين لقين لذلك حتى الرسول صلى الله عليه وسلم برغم أنه شاف الجنة والنار بعينه ووصل إلى صدرة المنتهى ودخل حضرة إلهية لكن ربنا قال له في آخر سورة الحجر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني حتى يأتيك ملك الموت ليه؟ لأنه لما هتشوف ملك الموت الوضع يختلف هتشوف مقعدك في الجنة لو أنت من أهل الجنة والملك سيقولك وانت في الأمر و وابشرك هدأ مقعدك في الجنة هدأ أبدالك الله ويقولونك مقعدك في النار هدأ أبدالك الله به بمقعد في الجنة أو العكس the wrong way لأن كل واحد مننا مقعد في الجنة مقعد في النار الناس اللي هتخش في الجنة هتورس مقعد الناس اللي هتخش في النار والعكس الصحير فهو ده بقى اليقين ده عين اليقين عشان كدرى بنا ده من يقول يا ظنون مع أنه مع أننا احنا متأكدين لكن فيه تأكد أكثر أنه ساعة لما تشوف ملك الموت اللي هو اليقين الكامل هو الكمال لله واحده لذلك ربنا بيقول ايه؟ إذن لما كلمة يا ظنون تذكر مع أهل الزغ والكفر ليس معناها شك ليس معناها كلام من غير علم ومعناها كذب والعزو بالله إذن ظن بيظن دليل هو كذب لما أنا أظن بيظن معين لا عندش أي دليل خالص به يبقى كذب أما الظن بالنسبة للأهل الإيمان فهذا يقين تماما كان الذين يظنون أنه ملاق الله كان من فئة قليلة غير يعني تبصوا في السير الناس اللي قبلنا هتلاقون فيه جيوش كتير في السير اللي قبلنا من أول أبينا آدم حتى الآن كانوا قلة وغلبوا كسرة والله مع الصبري هذه النقطة الأولى النقطة الثانية وعندما فرزوا الجالوتة وجودة قالوا ربنا عفل علينا الصبر وثبت أقدمنا ونصرنا على كل هذا فهزموهم بإذن الله طب لي أن ربنا قال بإذن الله شوفوا كم مرة ربنا يقول بإذن الله قال كم فئة قليلة غالبت فئة كثيرة بإذن الله ما الذي دعنا ربنا أقول بإذن الله قالوا فهزموهم بإذن الله وقدر داود وجلوت ليه؟ ربنا سبحانه عايز يعرفنا كانوا فئة قليلة وضعاف وسيدنا دعوت زينا بيانت في الشرح في الآيات السابقة كان أقصر إخواته قامة وطول وجلوت كان قوي جدا وطول بعرض يعني بعض الناس قالوا أهل الكتاب قالوا كتباقوا بتوصل للسحابة طب إزاي داود انتصر وقتله؟ بقدرة الله يبقى إذن النصر من عند الله والهزيمة من عند الله يبقى عشان ما يظنش القارئ القرآن إن النصر اللي حصل ده كم سبب طلوت لأن طلوت قوي جدا هو كمان وربنا سبحانه وتعالى جابوا لبني إسرائيل عشان يقود المعركة وبعدين جاب سيدنا داود وجعله سببا للنصر لأنه قتل جلوت لكن كل ده لا تتعلقوا بالأسباب الدنيوية لكن تعلقوا بالمسبب لأن كل الناس بتتعلق بالأسباب الدنيوية وتنسى المسبب اللي هو الله سبحانه وتعالى فهو هتنسب النصر لسيدنا داود النصر ده حسب بسيدنا داود أو بسبب طلوت لكن انسى بالنصر لله فربنا عايز تذكرنا دائما بإذن الله مرتين إن النصر والهزيمن عند الله وما إحنا إلا أسباب لذلك سيدنا عبدال الخطان فقه هذه المسألة فقها عظيما فكان دايما خايف على أمته في زمانه من الشرك الأصغر عشان كده في شجرة الردوان اللي الرسول عليه السلام بايع حوالي ألف ربمائة واحد من الصحابة على القتال حتى الموت لما وصلوا خبر مقتل سيدنا عثمان كان خبر كاذب فبايع الشجرة دي كان الصحابة يعني بيجلوها قوي ويعودوا عندها ويعودوا عندها نعمل التبرك فسيدنا عملوا بخطاب خاف خاف لبعدين تأتي أجيال بعد كده عندها جهل تعبد هذه الشجرة من دون الله يتمسحوا فيها بقى ويتوفوا حولها زي الكعبة ويبوسوها ويحسن تقديس لها وتعبد من دون الله سبحانه وتعبد وده الشرك الأصغر لذلك الرسول عليه السلام قال اتقوا الشرك الأصغر فإنه أخفى من دبيب النبل فإنه أرى الشجرة دي مع أنه لها منزلة والرسول عليه السلام قعد تحتها والصحابة قعد تحتها والرسول عليه السلام لكن سيدنا عبد الخطاب بقت واحد وأطح خوفا على أمته من لقاف الشرك لذلك برضو عزل سيدنا خالد بن الوليد في معركة القادسية سيدنا خالد بن الوليد سيد الله المسلول لأمره من هزم لا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام لكن عزله وحط سيدنا سعد من أبي وقاص وانتصر سيدنا سعد بقاص انتصار صح وبعدين قال له ما أعزلتك يعني لعيب من فيك أو لتقصير فيك ولكن خفت أن يفتتن الناس أن يفتتن الناس بك ويقول النصر بسبب خالد بن الوليد ويقع في الشرك أوعى أوعى طول الموضوع الموضوع كثير جدا من الناس عزلتك أقصى من 90% من الناس بيقع في الشرك الأصغر لأنه أخفى من دبي من نملة هل يستطيع أحد أن يسمع عدبة النملة؟ ليس ممكن يسمع عدبة النملة يقول لك يا عم هذا الموضوع هذا الموضوع موضوع وينسى ذكر الله هو مين الفنان فناني ده؟ هو ربنا سبحانه وتعالى هو نسخره؟ هذا مجرد سبب نزلك ربنا سبحانه وتعالى كان من فئة قليلة شوفوا العلماء بيقولوا كان من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله يبقى مكتوب في اللوح المحفوظ قالوا أن الكلام ده مكتوب في اللوح المحفوظ ورابنا مقدرهم ممكن شيء هيحصل فهزموهم بإذن الله وقدر داود وجبه عشان تفهم أن النص والنزيم من عند الله سبحانه وتعالى وما داود عليه السلام وما طلوط إليهم أسباب فقط وقدر داود وجلود وعلا وقاتاه الله الملكة والحكمة حين قلنا قاتاه الله الملكة والحكمة معناها أن السيدنا داود هو الوحيد أو الواحد من بني إسرائيل ربنا يداله جمع بينه بين الملك والنبوة قالوا الحكمة النبوة سيد داود بقى نبي وملك في نفس الوقت كان دايما وأنا فهنتركوا قبل كده الأصباط اللي هم أولاد سيدنا يوسف وإخواته سيدنا يوسف وإخواته 11 أو 12 واحد استوتاروا في مصر وتجوزوا وخلفوا وإلادهم متجوزوا وخلفوا رتات معاملوا بني إسرائيل للوصلت عددها إلى مليون في عهد فرعون كل واحد من بني إسرائيل كل واحد من إخوات سيدنا يوسف له أولاده أحفاد دا اسمه سبت سبت يعني فرع نحن نسمى الموز منوز سبت الموز حتى تكسيم الناس والأصل هو يعقوب اللي هو إسرائيل فبن يمين كان دايما بيطلع من نسله العلماء يهودا كان دايما بيطلع من نسله الملوك لاوي أخو سيدنا يوسف الكبير كان دايما بيطلع من نسله الأنبياء وده تفصيل قول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو أن الله الملك علينا ونحن وحق بالملك منه ولا بيطلع ساعة من المال يعني بني إسرائيل اعترض إذا ما فيها فهمتوك قبل كده على نبوة شكف نبوة شامويل وشكف كمان في ملك طالوت وقال له له تجاب لنا واحد فقير كان من سبت العلماء اللي هو بن يمين وما هوش من ولاد لاوي اللي هو الأنبياء ولا هم من سبت الملك ولا معه فلوس يبقى ازاي ملك علينا معين اللي جاب لهم الكلام ده وبالدليل هو شامويل للنبي اللي هما اختاروه لكن زي ما قلنا من عدد بني إسرائيل الشك والعناد والتكذيب في كل شيء فعلمه الله الكتاب فرابنا هالفنة وقاتاه الله وقال داود وجالوتا وقاتاه الله الملك والحكمة فقال له قاتاه الله الملك والحكمة يعني أول واحد ربنا يديله يجمع يجمع دايما في بني إسرائيل لها ملك ولها النبي لكن الملك والنبوة ما يكتبهش واحد لكن هو يا سيدنا داود أول واحد ربنا يديله الملك وبعد رماء قاله قاتاه الله الملك والحكمة انه كان يعمل بما يعلم يعني جمع بين العلم والعمل لكن طبعا التفصيل الأول أصح التفصيل الأول أصح وقال له وإعلمهم من ما شاء يبالحكمة هنا العلم وإبالأن النبوة أصح أنها النبوة عشان كده يا ربنا أقول علمهم ما شاء وقاتاه الله الملك والحكمة يعني الحكمة هنا بأصول بها النبوة وعلمهم من ما شاء أول مرة أطفال فبعض الناس اللي بكونوا أجسامهم كبيرة بيتخلقهم وبعض الناس اللي بكونوا أجسامهم كبيرة بيتخلقهم وبعض الناس اللي بيكونوا أجسامهم رفيعة بتبقى ملألأة فيهم لكن سيدنا داود هو أول واحد يعني يخترع الرمان بيلي ويقدر يكبر ويسقر في حجم الدرع اللي هو بيحمل مقاط الأسناع القتابي وده تفسير قول الله سبحانه وتعالى وقرآن وفصل بعضه بعضا في سورة صاد وقد اتينا داود مننا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد شفوا ألنا له الحديد يعني ألن له لما يجي يصنع الدروع الحديد بفييده العماء قالوا الحديد في إيده كان بيبعمز الخيط وألنا له الحديد أنعمل سابغات وقدر في السرد وأعمله صالحة بما تعملونه بسيط أنعمل سابغات يعني أعمل دروع سابغة تحمل مقاتل وقدر في السرد السرد يعني ايه رمان بيلي قدره بحيث ان هو تقدر تتحكم فيه تخليه دايق اواسع بحيث ان المقاطل يلبس الدرع وهو مستريح فده من خصوصيات سنه ابن اول واحد اخترع فعلمناه صنعة الدروع علمهم مما شاء وبعض ما قاله كان لا يأكله الى من عمل يدي كان حرفي كان نجار وكان وكان وبعض ما قاله علمناه منطقة طير كما قال سويدنا سليمان وسورة النمل وعلمنا منطقة طيرة وقوتينا من كل شيء ان هذا اللي هو الفضل المبين فسينا سليمان وسيدنا داود كان بيعرف كلم الطيور وكلم الحشرات وكان بيتفهموا ويفهمهم وقالوا بعض رماء علمهم الزبور يقرأ الزبور بصوت جميل جدا لدرجة ان الطيوف في السماء تقف وتحلق وتردد الزبور مع سيدنا داود والجبال تسبح وسيدنا داود يفهم كلامها ويسمحها والحشد والحشد تحشر إلا سيدنا داود الأسود والنمور تقف وتسمع هذا هو عد تفاسير وأيضا كما قالوا كبار مفسرين سيدنا عبدالله الربان يدالوا سلسلة غريبة جدا سلسلة لونها لون النار مرصعة بالذهب ويبارة عن كور طرفها الأول عند الصماء بتاعت سيدنا داود والطرف الثاني كما قال عبدالله ابن عباس مربوطة في المجرة والفلك مربوطة في المجرة والفلك يعني معناها لا يسألأ حد في الطولة كبير جدا طبعا المجرة والفلك يعني نحن عايشين في المجرة التبانة دي اللي فيها كوكب الأرض وفيها ملايين المجرة واحدة بس اللي هي مجرة اللي نحن عايشين فيها ديها في مئة ألف مليون مجموعة شمسية يعني لكن دا كلام عبدالله ابن عباس انها الطرف الثاني مربوطة في المجرة والفلك يعني كان بيقولك انها لقى طولة السلسلة دي كانت غريبة جدا كانت أشبه بتابوت السكينة اللي كان عادة من إسرائيل لأنه نقولني بتابوت السكينة دا كان فيه متعلقات اللي كان دقل النعلم بتوع سيدنا نوح والنعلم بتوع سيدنا موسى والعصب تاعت موسى والعصب تاعت سيدنا هارون عليه السلام والإمامة بتاعت سيدنا هارون وفيها الأرضاخ والألواح بتاعت التوراة وكان فيها ريح الخجوج أو فيها السكينة اللي كانت بتتكلم واستفتوها في المسألة الشرعية وترد عليهم وكانت في المعركة بتقود المعركة وقبل النصر كان بتصيح صحيحة فكانت استمول السكينة دا كان مهم جدا من نسبالهم وده صلب بسبب معاصي بني إسرائيل برضو السلسلة دي كانت تعظيمة جدا من الحاجات اللي اداها ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا داود فكانت السلسلة دي لما يحدث حدث في بني إسرائيل بتصلصل وكلها جلجلة فسيدنا داود يعرف ان حصصت حاجة ويعرف اللي حصل بسبب السلسلة دي وكان من نصفات السلسلة دي انه لا يمسوها صاحبه عها إلا بورق يعني واحد أعمى يمسها يمسها يشفن واحد أب كان ويشفن أي واحد صاحب عها وكانوا بيحتكموا إليها فكان الصادق يعرف الصادق من الكاذب فلو واحد ادعى لواحد ادعاء كاذب ويجيبوا الاثنين يقولوا خد السلسلة مسكها لو كان كذاب يجي مسكها ما عافش يمسكها الصادق مسكها يعافي مسكها فطبعا دي بفضل الله سبحانه وتعالى ونازلة هبة اللي رب العامين لسيدنا داود لكيشوفوا الجحود ونقران بني إسرائيل فأحد الأزمينة ربما بعد زمن سيدنا داود أحد الملوك طمع في جوهرة من واحد وإدهاله أمانة فجحدها وخدها فالراجل قال له رجع للجوهرة بتاعتي قال له ملكش حاجة عندي فاحتكموا للسلسلة فالراجل عام إليه من مقر يعني شوفوا المقر وإن كان مقرهم لتزول منه الجبال كما قال رب العامين سبحانه وتعالى فراحوا احتكم للسلسلة فراحطت الجوهرة دي في عكاز وعمل نفسه أنه هو بيتعكز على العكاز داود وجاه فقاله للراجل اللي هو بيديه عليه اللي هو بيقوله صاحب الجوهرة قال له امسك السلسلة فمسك السلسلة فجار راجل التاني عشان يمسك السلسلة فراح مدي العكاز للراجل المدعي وقال له خد العكاز دا لغاية ما عرف امسك السلسلة وكان حاطت فيها الجوهرة إذن هو راجع الجوهرة للراجل صاحبها وراح مسك السلسلة فعرف يمسكها فبني اسرائيل شكت قالت لا دا السلسلة دا في حاجة مش مظبوطة المدعي والمدعي عليه اللي اتنين بسكوا السلسلة يبقى له السلسلة دي ما فيهش في حاجة مش مظبوطة فجاحدوا السلسلة وقال له فعقابة لهم من رب العامين سبحانه وتعالى صح يوم ما لو هاش فاشوفوا الجهود ونقران النعمة طبعا كان أحرى بهم أنهم يشكوا في نفسهم لم يشكوا في السلسلة السلسلة دي من عند الله سبحانه وتعالى وعند سيدنا كانوا فكروا وما كنت في حيلة عملت لأن الراجل حاطت السلسلة حاطت الجوهرة في العكاز وهو لما قدروا لما قدر الراجل العكاز إذن هو رجع له الجوهر لكن لم يحدش منهم لغبائهم لغبائهم ولسفاههم فمفروض لما رابين الله سبحانه وتعالى يقول الشيء في كتابه يكون على يقين إنه شيء ده صح ولو حصلت حاجة تخالف في هذا الشيء يبقى القطع فيه أنا ليس في الخروج يبقى إذن السلسلة بقى خطأتش لكن القطع كان ببني إسرائيل لأن الراجل جعله الجوهرة فعلا وده نوع ده لكنهم ما مفكروش ومشغلوش بأخوهم لأسف الشديد فهذه من الأشياء اللي أعطاه الله سبحانه وتعالى وأعطاه الله المركة وعلمهم مما يشاء في علمهم وعشان كده وبعد ذلك قالوا لولا أضافه الله الناس بعضهم وبعض قلنا أن لولا أضافه الله سبحانه وتعالى بسيدنا داود عليه السلام وبطلوت العماليق وجلوت عنهم كانت هالكت بانه إسرائيل إذن العبرة هنا بعموم النفذ ليس بخصوص العبرة بعموم النفذ لأن رسول الله سبحانه قال إن الله لا يدفع بالذي العذاب بمن يصلي عمال لا يصلي وبمن يزكي عمال لا يزكي وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يدفع لا يدفع بالمسلم الصالح عن مئة عن مئة أهل عن مئة أهل رجل عن مئة أهل بيت من جيرانه البلاء يعني يبقى واحد بس ربنا يحفظ حي بحاله بسببه وربنا إن الره لا يدفع بالرجل الصالح البلاء عن ولده وولده وولده ولده ودويرته ودويرات بجانب دويراته يعني يعني الرجل الصالح ربنا يحفظ به ابنه وحفيده وحفيده من السوء زي ما قاله زي ما كيف سورة الكاف وكان أمهما صالحا أو كان جده السابع كان أمهما صالحا كان جده السابع لذلك العسل الصالح من أمداله في أمتي ثلاثون بهم تقوم الأرض وبهم تنطرون وبهم ترزقون أو تنصرون فهو ده تفسير قول الله سبحانه وتعالى فعشان كده ربنا قال وعلمه وقال الله كده تابع الحكم وعلمه لو لا دفع الله الناس بعضهم بعض يبهيز العبرة هنا بعمل النفذ بخصوص السبب ربنا أصول سيدة داود وطلوت لولا داود أتل جلوت لكن من المسبب الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى يبهيز المسبب هو الله يبهيز ربنا سبحانه وتعالى باتفع الناس بعضها ببعض فرسول اللحسول على سلام قال هذه الآيات وبعد ما قال الكلام الهديث دي رحقيل إيه رحقيل للصحابة وقاله لي ضفها الله الناس بعضهم بعض رحقيل الآية دي يبهيزاً لو احنا قلنا بعمل النفذ يبهيزنا التكلم الأولود لأهنا بخصوص السبب يبهيزنا ربنا يقصد داود يقصد طالود بعد سأقول لتلك عيات الله ينطلوها بالحق كل كلام اللي قلته ده مكتوف في كتب أهل الكتاب وده دليل دامغ على نبيوتك يا محمد وعلى أن أنت نبي زي موسى وعيسى اللي هم بيؤمنوا بيهم ويكفروا بيك انت وده جهود ونكران فده تفسير مبسط للأشياء اللي هاتين هم أقولها 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 أستخفى الله أقولها 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 أستخفى الله أستخفى الله